أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع على سياسات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيرتي الهولندية هانكا سلوت وذلك للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة حيث شدد شكري على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الحرب وإطلاق عملية سياسية تهدف لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقرارات الشرعية الدولية كما استعرض الموقف الحالي أيضا بشأن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البرية بما أدى للحيلول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع مشددا على ضرورة تحمل إسرائيل لمسؤولياتها الإنسانية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من جانبها عربت الوزيرة الهولندية عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبدلها مصر لحل أزمة قطاع غزة والمخاطر الأمنية التي تواجهها على خلفية التصعيد الذي تشهده رفح الفلسطينية